موسيقى ثقافة الدماء والتدمير والعنصرية التي ربت الميليشيا الإنقلابية عناصرها عليها لا زالت شواهدها باقية حتى اليوم القتل والدمار والخراب وقاموس عريض من الأحزان ومزمل ما خلفته الميليشيا عندما أزبرت على الخروج من هنا موسيقى موسيقى فتحت أمامنا عملية التتبع والرصد والتوثيق للحرب العبثية التي انتهجتها ميليشيا الإنقلاب في مدينة تعز آفاقاً واسعة لسبر أغوار التفاصيل العميقة لواقع مليء بقصص الدمار والخراب وحكايات الألم تكمن أهمية هذا الحي بكونه يطل على مجمع التموين العسكري ومنزل الرئيس السابق وصحيفة الجمهورية وصولاً إلى القصر الجمهوري في الناحية الشمالية الشرقية ما من أول كانوا يقولوا لنا إنهم مسيرة قرآنية وإنهم إنهم يما دخلوا جلسوا هنا بحناجر ذوب حق التموين إنهم مسيرة قرآنية وإنهم بشمن مثل ما هم نضاف لكن أعمالهم كلها رضية أعمالهم لا يرضي بها لله ولا رسوله بدأت الأحداث تتواتر في هذا الحي منذ الوهلة الأولى التي اجتاحت بها ميليشيا صالح والحوثي مدينة تعز فكان الخط الرئيس الذي يمر من خلاله طريق الإمداد الأول للجبهات المتقدمة عندها ذهبت لتأمينه من خلال اقتحام المنازل والمدارس والمساجد والمحال التجارية المحاذية له وتحويلها إلى مواقع للحماية والسيطرة تحولت بعد ذلك إلى مواقع لتوزيع رصاصات الموت على أرجاء المدينة أكثر من 20 نقطة من باب الجامع لا عند العسكرين نطلع عند دولنا طماط واللبصل والسباس بدأت بالمضايقة معاك إننا اللي نجي من السوائل هذي ننتخبأ نهرب والقناص بعدك يلوف بالقناصة كان نحن مجعجعين لأنه بعد ما تقطع عليك الطرقات ما تدريش أي حين تنزل وإحين تطلع وإحين كل اللي سرق عند الصحيفة كل الطريق حقنا عند الصحيفة والله عشنا أكثر من أربعة شهور وإحنا نأكل كدام يابس والله العظيم مش نعم أنه قد قدام الكاميرا والله نهي ثلاث جواني إننا شليت هان حثاور وإننا رجعت أكل هان أنا وإياني داخل البيت بعد إن كان لا نساء يسلمين قنص لحتى الكلاب عزاق الله مباتل يرقلهم وإيديهم تمام والأطفال يعني لا خلوا الناس يحقعوا ولا لا لا معاك مريض يموت ما تسوي الآلي قفى رأسك إن مش تبدي وإن مش تروح والقناص والبازوكا والمدفعية والدبابة وإذا كله مسيرت علي عبدالله صالح ثلاثين السنة ثلاثة وثلاثين السنة هو اللي أديهم لصنعاوهم اللي نزلهم لتعايزهم علشان إنه شعمل بهم اللي ألفين أمد ما يحتلوا للجنوب ويرقواهم يقولوا هيروحوا بلدكم انتم وانا شا أمسك السلطة على المانا جامع التوحيد أكبر الجوامع في الحي سعت ميليشيا الإنقلاب إلى تجريده من هويته التعبدية والروحانية وحولته إلى ثكنة عسكرية وموقع تحكم وسيطرة على كل أرجاء الحي يصف السكان عملية اقتحامه أول مرة من قبل الميليشيا بالهمجية كونها أفضت إلى ممارسة عملية اعتقالات بحق الخصوم الذين وقفوا بوجه مشروعها ورفضوا التعاطي معها ليصل بها الأمر بعد ذلك إلى إغلاقه أولا ومن ثم تدميره بشكل كلي يصدعوا بسيرا من هنا وكانوا يقولوا الموت الأمريكي يجلسوا الله بالرصوى فأذي في يوم ضحاها ما ندري لو قد هم من آلا بيت المتوكل أتمس يدوب من أسك السلاح الله أكبر الموت الأمريكي أول ما ضرناهم ضرنا أهل البلاد أصحاب حارتنا جميران تجاولنا نحن وهم أكتل من 40-50 سنة اقتربوا كلاب التلب عاد وأرحم منهم يا رقال أكرم عبدالغني هنا أعمل المستحيل أخلي لقحمله كله مدمر علشان أنه قنيدي سياد كان يطافزوا بعض الناس فلان 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 دري إيش فلان هنا فلان هنا وبس بالأخير آخر المحنش اللحنش كانه لأنه عندما تبلغ في الساحبة كل أخي كله بأخي كله من ما حصلهم زقنهم أدوا لهم الحالة نفسية شمتهم بهم وهم رحموا الضعافة مقايا خابروا حد ودوهم من جن بيت الدجاء يبصر كل فرمضي طالع يعني كانوا كل يوم هم بشبكة لا قايا خابروا حد ولا هم أحد أدوا لهم الحالة نفسية سير بصرهم أذماك يا رحم الله أمر عظم مرة جاءوا يشلوا ابنين للقسم يشتوا يحبسوه ابني كان هنا مقوت طرح قاتوا يشتيق لسي قوت ما أدرين لو قد فيه واحد الدودة هذا جاء بالطق وشلوه للقسم جاء أشوف قدوم مقافي القسم ليش قال ابنك هنا جلست جلست واصله والمقاومة والمقاومة الشرعبية كيف يتواصلوا المقاومة إنسان طالب الله يسير يطلب الله يسير يدلوه جمع رباطقات وجاء طلب الله عالية يشقى عالية لداخل البيتين قال له هذا الخبر ليش عيالك ما يدخلوش المعنى ليش ما يدعسكتهم الشرطة مستهدف من الطيران جيسنا نبحث بعده أنا وأمه دلينا أنهم حبثوهم في مدرسة أروع طرحوهم دلوع بشرية معظه اللي نلا بالطائرة ضربت باب المدرسة ثم قل بحاثة الأبواب حق المدرسة قلوبنا أنا وأمه دقينا بالليل دقي قلوبنا إنه ابننا كان في المدرسة والطائرة جاء ضربة بكنا للشرطة لا قسم الشرطة إنسان عنه قدينا عاقل الحارة بن إبراهيم الشرطي شللنا معانا له هناك للقص قلنا له شوف قولهم يخرج ابننا تشوف أمهم أمك تشوف ابنه خرج الوليد قوله خرج الوليد لعندهم ما يشوف تشوفه يرجع خرج الوليد حجف تمه تمام قد يدوذي مربط هذا أكرم الملعون تحقق معه وضربه بحديدة يدو هو يحقق معه قال لا أنت كنت الدماج أنت كنت يضرب رشاش قال الوليد ينكرو يقول لنا يا أكرم يا أكرم أنا مفعب هو يضرب 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 لن مكتسر يدو من هنا مع بلده واخ المضايقة رجعت اللي علينا كانوا كل ساعة جمولي للبيت واحد من صعدة كان يشل البيت حقي يقول هذا البيت بيننا واحد من قاعدة واحد من قاعدة فأيت الله تعالى اللهم مكفينا شرهم بما شئت كيف ما شئت يا رب ضايقوا علينا مرة ثاني متحوتين الحوتيين من صعدة قالوا في ساعة انزح او ثلاث حسابيس أين انزح لا يعلم معاش ولا نعيشي أين انزح قالوا ما بالانزح ولا انزح هذا في بداية ألفين ستاش نروح ان انزح حددوني بالسلاح جاء نزحت ما بوش أمار حرام ما بوش أمار حرام ما بو مثقال الذرة من الإسلام إنسان يقتل أخوه المسلم معتدان لأن نحنا طلعنا مسيرة راقلة راقل الى داخل صنعاء تمام بدون سلاح واقعهم بسلاح نزلوا بالسلاح ونحنا واقعهم بسلمية لا زالوا ايش يعني يقتلوا المواطنين يقولوا سلمية سلمية ودبقوا قارح تفاصيل قصة أخرى عاشها الحاج محمد عقب اندحار ميليشيا الانقلاب من أطراف الحي وبدأت تشن عملية قصف عشوائي على مساكن العائدين إلى ديارهم قصة مؤلمة أحدثتها قذيفة ميليشياوية أتت على منزل ولده الأكبر وأحدثت في فنائه مجزرة مجزرة خطفت الإبن وزوجته مع طفلها الذي في أحشائها بعد سبع سنوات من انتظاره ابني الكبير مرته قالوا خلاص بعدما ماتت عمتي يا عم من تلتعد قلنا يا ابنت الناس عدد الدنيا فوضاء وقبائف عدد الدنيا قبائف قال يا عم تصبر على القبائف ولا صبر على الجساب جبلة بقنا على الله وشديناه قال لي أنا والقبائف تضرب يا شقة دور ثاني بيت شعبي ما رسي جلس عندي قال لا عايش لروبة تلجيرة أجلسو قال لي الله عجل ما تماجى العجل جل الإنسان يلماهم والله لو كنتم في بروجم شيدات قالوا أبداً أنت الشيبك أدخى تروح لك دخلوا بتلجيران جلسوا حالي ثلاثة شهور أجأ قذيبتها وزر لا عندهم لماهم أسمع إلا الرزعة حق القبيفة ما كنتم تستورين عند ابني كنت قلوا لا هذا قريب جنبنا بالحارة أشوف الحيال بصوح عبد الرزاق عبد الرزاق عبد الرزاق مال عبد الرزاق بفيت الشيولة ونزلتو أشوف جو الغبار قد يطلع من البيت اللي جال اسمه عبد الرزاق قلت لأخذوا بطن الباب أجينا شفناهم عبد الرزاق هنا كان مخزن مرتو مخزنة خلاص قد مقطعين وصل وصل وبينو هنا دخلتوا شضية في قلبه ومرتو فرها لك في رأسها وفي جسمها كل اللي ها نزلت أصعفناهم لأمستشار روضة لكننا قبلناهم اليوم الثاني والله قصة إنها مرة إنها دخلت لي على البازوكا وأنا راقت بحجرة دخلت من بيت حمايت في طاقة حقا الحمام كذا بالبيت دخلت من القمر حقا بيت حمايت ولو الطاقة الثانية حقا الدوان ومن الدخلت لعندي لا حجرة فقا دخلت من القمر حقا الفازوكا قرعت الله مما جريشي الحمد لله هذه اللي وقعت هزت كياني أنا وبيتي وكلنا نسبح كأننا في بحرنا والبيت الذي شاقع ما يرقبش من بعيد المرأة لا طلعت فوق السقف اشتقتل عشرة بحقار وهذا مرتفعين هناك يرقبون بقذائف لا فوق المواطنين ليس يواقو المسلحين تمام من كثرة القبانة الذي فيه بهم يعني يواقوه مواطنين قتلوا أطفال بالبيوت بالقذائف يعني هذا ما يسبرش الحروب يواقوه سلاح بسلاح حياة لطبيعتها في ظل الخذلان والتداخلات بالمشاريع والمصالح المتقاسمة بين رفقاء السلاح على الأرض وتحالف الدعم والإسناد من الجو هذا لحدك الآن تصفية حصوب نحن نترجع إلى حدك الآن تصفية حصوب جالسين تقاتلوا الحوثين ما شخ علينا دار ما دار بدل ما يجتمعوا يداً واحدة وكلمة واحدة ونسلوا خلافات هذه بينهم وقاموا يقاتلوا الحوثين تقاتلوا بينهم البين هذا أكبر هذا أكبر خطاة كنا من داخل المهرة إلى داخل صعدة أخوان بس هم الذين فرقوا بيننا يعني الآن لما بدوا يضربوا شوف كيف يعملوا شوف كيف يعملوا القنوبيين شوف كيف يعملوا تعيز لأنه هذا في عندهم تفرق لو نحن أيخوان وهون يدوروا حق فاتهم يعني يدوروا حق بسعى الناس كيف تدور حق تدور تحكم وتتخرب الوطن كنا نقول لهم بعض الناس الذين كانوا يجعوا يخربوا الكيبلات المؤسسات العامة والخاصة تقول له اتقل الله هذا حق دولة قال أين دولة أين دولة التحالف هو يشتي لنا من أيامات من قبل الثورة يشتي دمر الشعب اليمني هم ما فيه أنا كنت مركز كنت مركز بحقهم الأهداف أنا كنت موجود هنا والطائرة التحلق إيش ضربت؟ ضربت القصر قصر الشعب اللي كان يسموه علي عبد الله صالح نو بين قصر الشعب نزدلوا أبو مله كان بره يزعى الطائرة من هناه محمل بصارو ساهدك الله لمساكيت من الطائرة تضرق لنا ولا نازل الجامع الله وطر الله وطر الله وطر الله وطر الله ورمس القيادة الإمارات جاءت في اليمن من سل تدمر البنية التحتية وخصت في تعز الآن يضرب الله كاليمنيين يقوم مع المقاومة ورجع يضربهم مرة ثانية حين نضرب الحوثية ونضرب المقاومة يعني هذا فتت يعني شيء يبيل البشر اليمني على أي سجل نحن في حارب وهم في عصيد الإمارات أجاءوا علشان إيش علشان ننقلوا اليمن من الحوتي دخلوا لنا في مشاكل ما نقول لهم حوله ولا قوة إلا بالله تفاصيل قصص من القهر والذل والمأساة لا تزال جذورها ضاربة في ذاكرة الأهالي بل ويصعب عليهم نسيانها موسيقى اشتركوا في القناة شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر